أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشيع الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشيع الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها وَلَدَيْنَا مَزِيدُ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هُمْ أَشَدُ مِنْهُمْ أَنْبَطْشًا فَنَوْقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْوَيْ أنقى السمع وهو جهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريبي يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق كذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض يوم تشقق الأرض ومن الليل فسبحه نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إننا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراء ذلك حشر علينا نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبال نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العليل عظيم إجمال صلى الله عليه وسلم شكرا شكرا